كورس النهاردة انت هتتعلم ازاي تقدر انك تبني موقع تحميل ملفات مجاني على الورد بريس زي اللي انت شايفه قدامك دلوقتي والتارجت شريحة مقدارها اكتر من خمسة وسبعين مليون زائر مهتم شهريا تخيل معي انت هتفتح موقع مش هتقدم فيه محتوى يعني مش هتكتب مقالات بايدك مجرد شوية ملفات هتخليها قابلة للتحميل من خلال الموقع بتاعك اللي هتبنيه سوا ان شاء الله خطوة بخطوة وهعلمك كل صغيرة وكبيرة في الموضوع ده هتقدر ان انت تتارجت شريحة مقدارها خمسة وسبعين مليون واحد ولو هتتخصص فانت من المتوقع انك توصل لمليون زائر شهريا باستخدام الطريقة بتاعت النهاردة وده معناه ان الارباح بتاعتك هتتخطى الاربع ارقام يعني ممكن تعدي الالف والالفين والخمس تلاف دولار كمان باستخدام الطريقة دي وده هنبنيه مع بعضينا خطوة بخطوة ترى الربح هنا مش طريقة او اتنين او تلاتة لا ادتكتير جدا جدا انت ممكن تشتغل بالطريقة دي وممكن تشتغل بالطريقة دي وممكن كمان تشتغل كورسات بالطريقة دي وممكن تشتغل Jougel AdSense او اعلانات بالطريقة دي وممكن تشتغل في Sponsoring او رعاية لحاجة معينة برضه باستخدام الطريقة دي من الاخر انت داخل النهاردة تاخد كنز محترم الطلب مني كتير قبل كده في القناة محمد الريان على طبق من ذهب بشكل مجاني خطوة بخطوة للمبتدئين فبعد اذنك ما تنساش تدعمنا باللايك والشار والكومنت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس ونبدأ على بركة الله يلا بينا من الحاجات اللي اطلبت مني بشكل كبير جدا جدا والى اللحظة دي بتطلب مني من خلالك وانتو وهي الجزء التاني من الفيديو اللي انت شايفه قدامك دلوقتي مكينة الارباح الخاصة بالموكب والبي اس دي فايلز من انجح المشاريع اللي انا نزلتها في القناة وجاي النهاردة بعد اكتر من ستة شهور اديك النسخة المطورة من المشروع ده فبعد اذنك لو انت من المنتظرين من ستة شهور للنسخة التانية وبتشوف الفيديو دلوقتي ما تنساش تنزل تفكرني تحت في الكومنتات انك تقنى كبير ومنتظر من وقتها وتعمل لايك للفيديو ند على بركة الله عشان ما اطولش عليكم كتير هنستخدم النهاردة اللي اسمه طبعا في اكتر من سيم تاني ولكن انا كده يعني بعد ما دورت ولفيت شوية ما لقيتش افضل من السيم ده للنسخة اللي احنا هنشتغل عليها النهاردة من الموقع يعني ايوة في سيمات تانية ممكن تشتغل بيها بنفس فكرة النهاردة ولكن انا برجح وبديك السيم ده كالنسخة اللي مش هتدور على حاجة تاني بعد منها ليه عم ريان هتخش على اللينك اللي موجود تحت في لو عايز تشوف معينة للسيم نفسه هتدخلك على هتدخلك على الخاصة بي السيم ونفسه اللي هي تقريبا اكتر من تمنتاشر يعني بامتلاكك للسيم ده بامتلاكك للقالب ده انت معاك صلاحية توصل لاكتر من تمنتاشر سيم باكتر من مجال الديفولت والبيزنس والريديو والفيديو والintaك الاسود والميض والنيوذابر والغير وهام حاجة بالنسبة للنا هنا طبعا الماء صونياري ممكن نشتغل على الماء صونياري هنا مهم جدا جدا وحيل وممكن نشتغل على اللي انت شايفه قدامك ده وده النسخة اللي احنا هنتطبع عليها فيديو النهاردة الخاصة بملفات زي ما انت شايف كده انا قول ملاجهة الديمو جلت هو ده اللي انا نشتغل عليه ليه الديمو نفسه اصلا زي ما انت شايف كده بيتكلم عن فتخيل معي يعني خلاص احنا لقينا الفيديو لقينا القالب لقينا اللي نشتغل به وعندك متاح كمان هتة وعندك فيديوهات وعندك صوت وعندك فيه اكتر من ميزة متاحة ان انت تشتغل عليها في بتاعك تمام بما فيها طبعا يعني الخاص به البيانات وكمان زرار وعندك هنا كده المراجعة هنشرح كل الكلام ده ان شاء الله خطوة بخطوة في حلقة النهاردة عشان بس ما تقولش عليك هنبدأ في الجزئية التانية الا وهي الاستضافة عشان نشتغل على ده او فكرة الموقع ده احنا شرحنا في الجزئية الاورانية على بقالب واللي معهوش رسمال يروح يشتغل على النسخة الخاصة ببلوجر مش هتخسر معاك حقيقة ولكن النسخة دي مطورة شوية فيها امتيازات اكتر من اللي موجودة في بلوجر هنتكلم عنها في وقتها في سياق فيديو النهاردة ليه انا برجح دايما تشتغل على لانها ارخص الاستضافات الكويسة اللي موجودة في ايوة استضافات بتديك استضافة لمدة سنة بواحد دولار او عشرة دولار لمدة سنة ولكن ملاقش اي لازمة مش هتستحمل شغل معاك ولكن الاستضافة دي هي فعلا انت بتدفع فلوس قليلا ايوة بتديك مواصفات نوعا ما مناسبة يعني كويسة على حسب فلوسك وكل ما تزود كل ما يكون الموقع محترم معاك من ناحية السرعة من ناحية غيره بالاضافة الى المميزات اللي بتحطها للناس اللي تشتغل على وبما ان انا يشتغل على النهاردة فانا بقول لك اشتغل على وانت متطمر ومعاك خاصم تسعة وتمانين سنت تسعة وتمانين سنت في الشهر الواحد للاستضافة خلاص ده بالاضافة الى عشرة في المية خاصم كمان مني انا هدية لك بالكوون اللي هتلاقيه تحت في يبقى معاك كده حاجات محترمة يعني هتلاقي تقريبا كده تفصل لتسعة وسبعين سنت يعني او خمسة وسبعين سنت يعني او خمسة اكتر من خطة موجودة عندك اللي هي استضافة ويب ممتاز اللي هي والاوحادي والوبي العمالي دي لو انت عندك موقع الموقع ده بيخشه له اكتر من مية الف زائر شهرين فانت دائر كده تروح على الاستضافة دي او الخطة دي من الموقع او من الاستضافة تمام لو انت لسه بادئ زي حالتنا دلوقتي كده لسه نبدأ المشروع بتاعنا فانا ما نصحك تروح على النسخة دي اللي هي الاستضافة الخاصة تمام ليه ما تروحش على الاولانية فيه اكتر من ميزة اتكلمت عنها قبل كده واهم حاجة اهم ميزة بالنسبة لي انا كريان هي ان هنا بيشير موقع واحد بس وما بيدكش دومين مجاني يعني تشتري دومين من حسابك انت انما هنا بيديك او بتشير ميت موقع وبتديك دومين مجاني خلاص اي نطاق للدومين انت بتجيبه ما عندكش ادنى مشكلة تشتغل به ما فيش اه اي صعوبة بالنسبة لك خلاص فعشان تشتري الاستضافة دي طبعا بالاضافة الى المية وخمسين دولار الكوبون اللي تعمل بي اعلان على جوجل اللي مش موجود هنا ولكن موجود عندك في النسخة دي المهم هندوس كده على اضف الى السلة ومن اضف الى السلة هتلاقي نفسك دخلت لي الصفحة دي في الصفحة دي ركز معي انت بتختار انت هتشتغل على انهي خطة لو الشهر الواحد فللاسف الشهر الواحد هتلاقي السعر معاك بالشكل ده لو اتناشر شهر يبقى الشهر الواحد في الاتناشر هيبقى بالسعر ده يعني زي ما انت شايف كده خمسة واربعين دولار في السنة وهتضيف عندك كوبون الخاصم الخاص بي ريان هندوس كده على دي هيخصم معاك كمان ربعة دولار تقريبا او عشرة في المية يعني تفصل للنهاية لوحد واربعين دولار بالاضافة الى الدومين ركز معايا خش من على اللينك اللي موجود تحت في الديسكريبشن عشان تدخل على الصفحة اللي انت شايفها قدامك دي عشان تاخد الخاصم اللي انا بكلمك عليه تمام وتأكد ان هي مش للنسخة الاجنبية تمام المهم لو انت تشتعل على الاتناشر هتشتغل على الاربع وعشرين اللي هي السنتين هتشتغل على التلسين او اربح سنين براحتك ما عندكش ادنى مشكلة اشتغل على اللي يعجبك تمام السعر انها مية واحد دولار خصم مية وخمسين دولار تريبا يبقى في النهاية معنا واحد اربعين دولار المهم النسخة العربية من الموقع بتدعم الدفع فوري فلو انت هتدفع بفوري ركز معي فالنسخة دي هاي المناسبة ليك ادفع بفوري ادفع بجوجل بي بي بال بعملات مشفرة باي فيزا موجودة معاك هتقبل معاك الموقع ما عندكش ادنى مشكلة كلم الدعم قبل ما تدفع بفوري عشان يبقى عندك علم بالخطوات اللي انت هتم الدفع لها خلاص بعد ما اختر من هنا المدة هتنزل تحت شوية بقول لك انت مؤهل للحصول على نطاق مجاني النطاق المجاني يا ريان اللي هو الدومين هتكتب هنا اسم الدومين بتاعك ايا كان امتداد الدومين انت بتاخده مجاني تخلي معي كل الامتداد دي هتاخدها انت بشكل مجاني فيها امتداد سعر الدومين الواحد بس معدل الاربعين دولار يعني دوت نت هنا ده تقريبا خمستاشر دولار او اكتر خلاص في حاجات سعرها معدل عشرين والتلاتين دولار انت بتاخدها بشكل مجاني ومتاح لك هنا. هكتب انا كده اسم الدومين ودوس كده على بحث. يطلع لك. اتعلم عليه. دوس على انهاء الطلب. هتخش على خانة الدفع. انت كده خلصت. وامتلكت الاستضافة من موقع. بعد ما تخاص الكلام ده كله بتخش على حاجة اسمها الخاصة بالموقع نفسه اه او اللي هي مناسبة او موازية يعني انت في اي استضافة تانية بيبقى عندك حاجة اسمها هنا بقى في بيبقى عندك حاجة اسمها لو انت عايز تشتغل على ممكن تخش كده على كلمة من هنا. تمام? هتدخلك على الصفحة اللي بتلاقي فيها كمان الكوبون المية وخمسين الخاص متاع جوجل ادوارد. بتلاقي موجود عندك في خانة دي. تمام? انت دلوقتي عايز تعمل ايه? خش كده على علامة دي ودوس علامة من هنا دوس كده على هتبدأ تنزل ليك وتشتغل براحتك بدل ما تشتغل ده اللي عجبك انت بقى براحتك يشتغل على دي او يشتغل على دي اللي اعجبك هتشتغل عليه. تمام? عايزين دلوقتي تركب اللي هنشغل عليه الاستضافة بتاعتنا. نعمل ايه عم ريان? بدأ ننزل لزاحت كده شوية وهنجف من هنا على ومن ركز معي هنعلم على دي كده حاجة اسمها يعني مجرد ضغطة واحدة بتثبت ليك الورد براس من غير ما تتبع بنفسك وتلفه الدور. هندوس كده على كلمة من هنا. بعد ما ندوس على كلمة بيفتح لي الصفحة اللي انت شايفها قدام منك دي. تمام? من هنا يا راشا بتبدأ تختار لان انا عايزين بالفعل عشان نفعلها على الموقع بتاعنا وهي معينا بشكل مجاني. هنختار من هنا وهنختار الدومين بتاعنا. يبقى عندنا اكتر من دومين لو احنا مركبين اكتر من دوين انت لسه فاتح. فيكون هو دومين واحد بس. تمام? وتسيب الخانة دي فاضية. تكتب هنا كده بتاعك اللي هتخش بيه على الموقع بعد كده. وتكتب من هنا كمان البصورد الخاص بيك اللي هتخش بيه برضو على الموقع ويكتب بصورد بكوي. وهنا كده تحط الايميل الخاص بي الادمن جوه الموقع نفسه. بتكتب هنا كده بتاعك وليكن خلاص. بعد كده بتختار اللغة الخاصة بالموقع وهي اللغة الانجليزية في حالتنا دي احنا بنشتغل اجنبي وهقول لك ليه تشتغل اجنبي? وتسيب كل حاجة زي ما هي وتدوس كده على كلمة طبعا بيقول لي البصورد انا عايز اغيره ماشي هغير البصورد وبعد كده بدوس على كلمة بعد ما بدوس على كلمة هستنى تقريبا دقيقة او اقل من دقيقة وبعد كده بيفتح معي او بيقول لي خلاص تم عمل ويتخش على الورد بريس طبعا انا مش عايز غير رابط الموقع يعني بس ممكن اخش كده وانا مش عايز الصفحة دي تاني هرجع على ورا كده دي فيها البانات الخاصة به الورد بريس نفسه هدخلنا على صفحة دي وده كده الافتراضي الخاص به الورد بريس بانت كده خلاص هنقل لك عملت موقع على وورد بريس بالسهولة دي هتعمل وهتكتب كلمة دابليو بي داش ادمن اكتبها كده زي مهية خلاص عشان يدخلك على الصفحة دي اكتب هنا كده اليوزرنيم او الاميل اللي انت حطيتهم وانت بتنشئ الموقع بتاعك وحط هنا كده الباسورد دوس كده على لوج مي ان او لوج ان خلاص طبعا بيقول لي الباسورد غلط ماشي شو مشكلة خالص هدوس كده على لوج ان بعد ما تكتب الباسورد بشكل صحيح هيدخلك على الصفحة اللي انت شايفها قدام منك دي عاجات بسيطة كده خطوات بسيطة هتشتغل عليها وربنا يكرمك ان شاء الله طبعا دلوقتي الاغلبية فيك ويقول يا ريال حول الموقع عربي انا بقول لك بلاش نحوله عربي ليه لازم تعود نفسك على الحاجة اللي متبرمج الاداة دي ليها الموقع ده متبرمج باللغة الاجنبية يبقى خليك في الاجنبي ليه تروح للعربي مصطلحات صعبة عليك ترجمها واعرف بتعمل ايه واعرف كل مصطلح مختصة بحاجة معينة واسيبك خالص من العربي ما تعرفش اي حاجة الموقع بتاعنا نشتغل بيه اجنبي يبقى من الاول للاخر هيبقى اجنبي ليه عمريانا اجنبي لاننا مش مطلوب مننا نكتب محتوى يعني احنا مش مطالبين اننا نكتب مقالات خالص ويوم هنكتب مقالات هتبقى كل باراجراف مكون من اه مية كلمة كلام فاضل ترجمه على جوجل وتحطه عندك خلصت هم حاجة ايه اللي هتقدمها يعني ده موقع خدمي مش موقع مقالات فاحنا مش محتاجين مقالات في حاجة فليه نستهدف العرب مدام متاح لينا نستهدف الاجانب والاجانب هتجيب العرب يعني اغلبيتنا اصلا لما يحب يحمل ملف اه بي اس دي او اي حاجة بيروح لبي اس دي خلاص يكتب كده مسلا بي اس دي فايل زي مسلا هتلاقي فتح ايه موقع ده من اشهر المواقع الخاصة بالملفات الخاصة بالجرافيك وده موقع كده بيدخله تقريبا ستين مليون انا ما اعتقد يعني صح ستين مليون زي اير شهرية فده موقع اجنبي بيتارجت الاجانب مبتاجرش العرب ولكن العرب بيدخلوا عليه فانت كده خلصت هتعمل موقع اجنبي بيتارجت العرب والاجانب مع بعض وتقسم انت من وانت مرتاح هنعمل ايه خش كده على دلوقتي عشان نركب بتاعنا وقبل ما اركب بمعنى اخر سيبني كده اعلمك واحدة بواحدة ازاي تتعامل مع الكلام الكتير اللي قدام منك ده وايه المهم فيه وايه اللي مش مهم هنبدأ حاجة حاجة الداشفورد فيها الهوم الابديت الانسايت مش عايزين كل ده عايزين بس الهوم اللي هي الصفحة الرأسية اللي شافة قدامك ده برضو مش محتاج منها اي حاجة غير انها الصفحة الرأسية تمام بعد كده علامة دي او العلامة دي بوست دوس عليها كده هتفتح لك ايه هتفتح لك المقالات اللي انت هتكتبها او موجودة عندك عايز تكتب مقالة جديدة بتدوس كده على عشان تكتب مقالة جديدة تمام انا مش عايز اكتب مقالات جديدة دلوقتي فهارجع خلاص بس انا بعرفك الكاتيجوريز اللي هي ايه الكاتيجوري عمريان اللي هي الاقسام الخاصة بالموقع في بلوجر كنا بنقول ان الوسوم هي هي الاقسام ولكن هنا الموضوع بيختلف يعني ايه هنا الكاتيجوريز مستقلة عن الوسوم يعني هتعمل كاتيجوري واحد وتعمل اكتر من وسم لكل مقالة هنفهمك الحاجات دي ان شاء الله هنبدو نعمل مقالة مخصصة له الحاجة دي ولكن لازم تتعلم لازم انتروح تاخد كورس في يوتيوب تفهم كل حاجة تشتغل وانت فاهم التاجز بقى اللي هي الوسوم الخاصة بكل مقالة انت هتنزلها الميديا اللي فيها بقى الصور الفيديوهات اي حاجة مرفوع عندك ميديا هتلاقي موجود هنا خلاص اللي هي الصفحة يعني بتبقى اي كده الصفحة زي صفحة اه سياسة الخصوصية التصلبنة اي ان كان كل صفحات هتلاقي موجودة عندك هنا تمام عايز تضيف جديد اد نيوه اللي فيها الكومنتيات الموجودة عندك اي كومنت هينزل هينزلك كده زي بلوجر كده بالظبط سيبها مش محتاجينها هتحتاجها بعد كده لما تفهم المخزة بتاعها وانت اللي هتدور عنها بنفسك انت كما ابتدت مش محتاجها اللي هو الشكل انت من هنا هتبدأ ترفع الثيم بتاعك او القالب بتاعك خلاص هتبدأ تعمل تعدل عليه هتبدأ تركب اللي هي القوائم اللي على الجنبة والكلام ده دي اسمها هتشوفها مع بعضينا المينيوز اللي هي القائمة القائمة اللي فوق دي اسمها مينيو هتبدأ تعملها من خانة اسمها مينيو خلاص التعديل كده زي اللي موجودين في بلوجر البلوجنز بقى ودي اللي بتميز عن بلوجر خلاص انه متاح لك هنا ان انت يعني تلعب في كل حاجة في الموقع تعمل اي حاجة ما تخطرش على بالك في الموقع ده تحول لمتجر الالكتروني تحول لموقع فيديوهات تحول لمنتدى تحول لأي حاجة تتخيلها في الدماغة تمام باستخدام البلوجنز وده اللي بيماز المجاني على المدفوع فانت هنا فرافهية انت بتستخدم هنا منصة مرفهة افضل بكتير من من ناحية ايه ان في كمان ادوات في برامج او في بلوجنز خاصة بتساعدك لو انت مبتدئ انك تتصدر بسرعة عن طريق بعض او التوضيحات او النصائح اللي بتديها لك تمام بعد كده عندنا لو انت عايز تضيف اعضاء جدد في الموقع او تعدل على بتاعك من هنا برضو آآ بعد كده دي بقى زي اللي موجودين في بلوجر كده بالزبط لو انت عايز تعمل لداتا معينة بتلاقي موجود عندك هنا مش محتاجينها بقى دي حاجة مهمة برضو في اكتر من خانة اول خانة اللي هي لو انت عايز تعدل بقى الاسم الموقع بتعدله من هنا الوصف الخاص بي الموقع اللي بيظهر بعد العلامة على طول يا مسلا هنا علامة دي اللي هي خلاص بتعدلها من هنا تمام وده كده رابط الموقع بتاعك لو استعدل الرابط ده بعد كده بتعدله من هنا ما نصحكش تلعب فيه غير ما تكون فاهم انت بتعمل ايه وهنا كده الايميل الخاص بيك لو انت عايز تفتح موضوع التسجيل يعني اي حد يسجل في الموقع بتاعك كعضو بتعلم هنا ولو اي حد يسجل هيبقى عضوياته ايه ولا 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 كل عضو ليهم لي صلاحيات تمام لو انت عايز تغير اللغة الخاصة بالموقع تمام بتغير من هنا بتخلطو عن اللي هي خاصة بالدولة بتاعتنا آآ القاهرة انت لو انت في المغرب انت بتدور انت يعني العنصر الزمن بتاعك اسمه هي بعدك عن خط الاستواء تقريبا بيبقى كم ساعة تمام وهنا كده التاريخ بيبدأ ازاي والوقت بيبدأ ازاي او بيترسم ازاي وهنا كده الاسبوع بيبدأ عندك من يوم الاتنين ولا من يوم السبت خلاص وهنا كده خلاص اللي هي خاصة بي الايميل انت لو هتعمل ايميل على الاستضافة بتحتاج حاجة اسمها بتاخد البداية بتركبها هنا وتشتغل بيها عادي خلاص القراءة لو انت بقى عايز تخلي صفحة معينة هي الرئيصية بتحددها من هنا خلاص ولكن سابع زي ما هي تمام وهنا كده عدد المقايز بيظهر في صفحة الاولى عشرة ولا عشين وتهياتين ولا واحد ولا اتنين براحتك خلاص اللي هي بقى اه يعني اعدادات خاصة بي الديسكوشن اللي هي الكومنتات والمودريشن الكومنتات وادارة الكومنتات والكلام ده الاخره ترجم واعرف هسيبك انت بقى تلف وتدور فيها شوية الميديا بيقولك انا مسلا الافتراضي بيبقى ادي ايه يعني الصور اللي هي تظهر دي بقى حجمها ادي ايه افتراضي بتاعها هيبقى الويتس ادي ايه والهايت ادي ايه نفس النظام في وايه الاخره من الكلام التاني بقى ودي حاجة مهمة جدا جدا شكل اللينك بتاعك اللي هيطلع هيبقى عامل ازاي انا بفضل يكون شكل اللينك بالشكل ده فقط اللي هو ايه الدومين سلاش اسم البوست ما يكونش بقى فيه او اللي هو اللي هنرجع لها بعد كده ان شاء الله وبعد كده واحد اتنين تلاتة رقم البوست نفسه او تاريخ زي بلوجر بالشكل ده انا مش هعجب بالحتة دي خالص ولا الكلام ده انا عايز يكون يا ايه بتاعك ليه عشان يبقى يعني موقعك يبقى متوافق مع موضوع السيو ازاي لو ان دخلت مسلا على كده اللي هو الخاص به الموقع او الموضوع نفسه بيبقى ازاهر معاك بالشكل ده وعلم عليه وخلصة تماما ودوس كده على بعد كده بقى نجي بقى نخش دلوقتي على رفع هنخش كده على خش كده على كلمة ومن كلمة دوس كده على ركزوا معايا من هتدوس كده على لو انت خلينا تكلم بس على دلوقتي سعر تسعة وخمسين دولار يعني تعريبا ستين دولار هتلاقي لينك الشراء ما موجود تحت لو انت عايز تشتريه من الموقع ده تمام هتشتريه لدومين واحد فقط مش ينفع تركيبه على اكتر من دومين انما انا كريان جبته لكم خلاص بخمستاشر دولار لاتنين دومين يعني خمستاشر دولار وقانوني لاتنين لاتنين دومين مش دومين واحد تمام لو حابب تشتريه هتكلمنا على صفحة بتاعتنا ديفو بلاس لي الخدمات آآ خدمات اللي بقى كلها ان انت طالب ده وممكن تاخد نفسه هدية لما تشتري استضافة من خلالنا عن طريق اللينك بتاعنا تمام فلو انت حابب اللي اتنين كلمنا وهنديك اللي انت عايزه هتشتري السيم الوحدي هتاخده بخمستاشر دولار عايزه بشكل مجاني هتشتري الاستضافة من خلالنا تمام نبدأ بقى نخش على الموضوع بتاعنا ونكمل هترفع السيم لو انت حملته لو انا اللي هركبه لك ركز معايا لو انت هتيجي تاخده مني فانا اللي بركب لك السيم عشان افعله لك فانت تبقى فاهم كده انا اللي بركب لك السيم عشان افعله لك فتبعت لي بيانات السيم مانل الخاصة بيك اللي هي دي مش السيم انا انا اسف الادمين جوه الموقع تعمل لعضو تعمل لعضوية يوزر تخليها لي ادمن وتبعت لي العضوية دي اركب لك السيم افعله لك وتكمل انت شغلك عليه لو انت بقى معاك السيم خارجي تدوس كده على تمام ومن يا باشا بتختار السيم نفسه ساكسون دوت زي اي بي ودوس كده على في ثواني معدودة ان شاء الله السيم نفسها ترفع لان السيم تقريبا تلاتة ميجا فالمهم هستنى لحد ما يخلص رافع وارجع لكم مرة تانية زي ما انتم شايفين بعد ما خلص رافع معايا بيقول لي عندك هنا انت خلص دوس كده على على اكتيبيت هدوس لك كده على اكتيبيت عشان بتاعنا هدوس كده على اكتيبيت من هنا بعد ما يدوس على اكتيبيت هيدخلك على الصفحة دي ركز معايا الثيم نفسه زي ما قلت لك لو انا اللي هفعل لك السيم ده فانا اللي هدخل افعل لك السيم انا اللي هركبه ولا اللي هفعله تمام لو انت اللي هتفعل السيم ده فانت معاك الكود الخاص بالتفعيل انا هفعل السيم دوس كده على اكتيبيت سيم هفعله هارجع لكم مرة تانية بعد ما تخلص تفعيل بيوجهك على نفس الصفحة ولكن بيشلك منها كلمة فاناكفي الصفحة دي وخليني بس هنا في الصفحة دي بعد كده بدوس على لازم ان اسبت الخاصة بيا دوس كده على بيدخان على الصفحة دي بعلم على الكل ومن هنا كده تركز معي بعلم على الكل ومن هنا كده بدوس على واختار منها وادوس كده على بعد ما ادوس على انا طبعا مفروض استنى لحد ما يخلص معي تنصيب للاتناشر اضافة فانا هستنى وهرجع لكم بعد ما يخلص استنى وبعد ما استنيت لحد ما يخلص للاتناشر اضافة اللي موجودين جوه واللي مهمين جدا جدا انك تعمل لهم كلهم هتدوس كده على هنرجعنا تانا للصفحة اللي كنا فيها هنعلم بقى على كله من هنا ومن هنختار من هنا المرة اللي فاتت اختارنا تنصيب دلوقتي بقى هنفعل دوس كده على كلمة في ثواني معدودة هتلاقي عملك لكل يعني كل الاضافات دوس كده على هيرجعك للصفحة دي خلاص ارجع بقى للصفحة دي من هنا واكفل للصفحة التانية احنا خلصنا دلوقتي الخطوة التانية او الاولى موجودة عندنا هنا اللي هي بعد منها هندوس على يعني ايه يعني يعني يجيب اللي تخلي شكل الموقع حاليا زي الشكل اللي انتو شفت في الصورة تمام ليه عمريان عشان يساعدنا في تنصيق نفسه وبعد كده نبقى نشيل المقالات اللي نزلت دي بشكل افتراضي تمام هندوس كده على عشان نجيب الخاص بنا اللي هو تمام بركز معي انت معلم على كله هنا والكلام ده كله كده اخضر بيقول لك هنا كده خلاص انت كل حاجة عندك خضرة هنا ومعلم على الاربعة وتنزل تحت يا باشا تختار من هنا بتاعت الشكل اللي انت عايزه اللي هو الشكل اللي احنا عايزينه وندوس كده على ايه على لو انت عايز تشوفه مرة تانية تحت شوية بعد ما اتعلم بتدوس كده على في سواء معدودة من واحد لخمسة منت ولكن هو بياخد اعلي من كده تمام هتلاقي نزل لك الدياتا بتاعتك زي ما انت شايف كده اعمل ايه دلوقتي هروح جاي واجف على الخانة دي او اسم الموقع دي وادوس كليك كايمين عشان يفتح لشكل الموقع طبعا ما الظهر معي اعمل ايه في خمسة ليه عشان المتصفح مكيش حافز الكاش الخاصة بيه الموقع بتاع ممكن طبعا يكيش تاني هنشوف مع بعضين دلوقتي مكيش خلاص الموقع نزل معي باللغة الانجليزية ونزل معي بالشكل اللي انا كنت شفته في المعينة ولكن ما في الصور ده العادي في اغلب السيمات ما بيعملش استراض للسوا بيجيب لك صورة افتراضية من عنده الصورة الطبيعية بتاع خلاص ولكن ده الشكل اللي احنا عايزين اللي احنا شفناه في المعينة واحنا عايزين خلاص نعمل ايه دلوقتي نخش على اعدادات السيم وركز معي الاعدادات دي مهمة جدا جدا لازم انتعرفها اعداد اعداد خلاص هندوس من هنا كده على مانج سيم اوبشنز هيدخلنا على صفحة خاصة بالشكل ده خلاص فده لك الشكل بتاع الموقع ومن هنا كده ايه كل الخانات اللي احنا محتاجين نعدلها هقول لك الحاجات المهمة والحاجات اللي مش مهمة هقول لك روح دور عليها واسمع عليها فيديوهات وتعلم تتعلم منين هتلاقي عندك هنا كده يا اما كان فيديو يا اما مقالة المقالة ايه خش كده من هنا اللي هي موجودة هنا سواء كان في المجاني او المدفوع من غير متشتري اصلا هتلاقي موجودة عندك تمام هتدخلق على صفحة دي فيها ازا تعمل ازا تركب اللوجو ازا تعدل الشكل ازا تفعل ازا تشتغل على وتعدل كل حاجة موجودة عندك هنا كل اللي تفكر فيه انت عايز تعمله في موجودة عندك في دي خلاص انا هقول لك على المهمة منها وانت تدور على الجنرال من هنا لو انت عايز بقى تعدل على الخاص بالموقع لو ركزت معي ركز كده بس معي بتطلع لفوق اللي هي ايه المقالات دي بتطلع معي الفوق ده كده اسمه زي كده ده كده ده كمان خلاص الانيميشل ده تعدله ازا تعدله من هنا يعني يطلع لفوق باريحية هنعمل ايه هنغيره زي كيف ريان زي كده يعمل لك زوم براحتك بقى ان تختار زوم ان نفس النظام تمام زوم ان وممكن طبعا على معطاك ما فيش تاني زوم هي اخر تلاتة فانت تختار اللي اعجابك واشتغل عليها ما عندكش عندنا مشكلة تمام وبعد كده بقى ايه ده كلام كده خلاص بي مية في المية بيعمل زوم كده بعد ايه خلاص خمسة سويتين في المية اللي هو الزرار اللي بيتطلع لفوق اللي هو الزرار ده عايز تفعله هو كان متفاعل عايز تدغيب تدغيب من هنا لو انت عايز تغير اللون الابيض اللي في الخلفية ده بتغيره من هنا عايز ترفع الصورة من عندك تحطها بدل اللون الابيض ده بتدوش كده وترفع الصورة وتتحفظ تبقى مكان اللون ابيض ده. خلاص? وبعد كده بتدوس على ارجع وراء. خش على الخانة الخاصة باللوجو. انت بتغير اللوجو الخاص بالموقع اللي هو اللوجو ده. بتاخد اللوجو ده تعمله كده وحفظها عندك واعمل لوجو نفس المجاسات دي. تمام? طبعا دي صور مش هتظهر عندك. خلاص? فدوس كده على وارفع الصورة بتاعتك. سابقة زي ما هي خلاص. برضو سيب الاتنين ده زي ما هم. التاتل دول سيبه ما زي ما هم. خلاص? انت هتغير اللوجو ده. تمام? هتدوس كده على وترفعه وترفعه من عندك برضو عندكش ادنى مشكلة. الاسم بتاع الموقع بتاعك. تكتبه هنا مكان دي. خلاص? وهنا كده سيب برضو ده زي ما هو بالبيكسل مية خمسة وطاعتين لو عايز تكبر شوية بتكبر منها بس سيوه زي ما هو. تمام? وده كده الخاص به التلعبش فيه زي ما هو. يبقى انت هتغير هنا ايه? هتغير الاسم ده. وهتغير اللوجو ده. وبعدك نقص على ببلش وارجع. من هنا كده خش على الهيدر. الهيدر دي بقى فيها اللي ايه? مجاس الهيدر ده. اللي هو موجود عندك بالرصاصي. مية وستين. وبعد كده الخلفية بتاعته. لو انت عايز ترفع الصورة ارفعها. وشوية اعدادات تانية هتلاقيه موجودة عندك هنا. طبعا كلمة اللي هي موجودة هنا دي. ممكن تغيرها من الكلام ده من هنا. تمام? دي لها كلمة عايز تغيرها اغيرها. تمام? ودي الالوان اللي موجودة عندك هنا. هتدور عليها لول لون وتغيرها. عادي برض ما عندكش ادنى مشكلة. هنرجع الوارة. اللي هي المينيو اللي فوق دي. خلاص. اه 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 يعني ايه? يعني كل يظهر معك بالكابتل ولا ما يظهرش معك بالكابتل. ايا كان. مش متاحة عندها دلوقتي. مش بفعلينها. خلاص. القائمة الرئيسية نفس النظام هي مش اه اه مش من هنا كده. هتبقى كل الكلام بالشكل ده. خلاص. انت براحتك. تمام? تبقى يعني تخلي الكلام بالشكل ده. برضو براحتك ما عندكش ادنى مشكلة. تبقى يبقى الساهم اللي بيفتح طبعا ما فيش هنا دروب داون. اللي هو الساهم دا يعني. خلاص. يبقى لانا ما فيش هنا مش حاجة عندي اصلا. يبقى رايت ولا فيه ايان كلا فيه بتفتح معاك. خلاص. دوس عبابلش ترجع الورى من هنا كمان. الفوتر بقى لما وجود تحت خالص. بتعدل عايز تعدل على الكلمة دي واللينك ده بتعدل عليهم من هنا كده باللينك نفسه خلاص. وشوات حاجات تانية بتفعلها وتلغيها من هنا. وباقي بترجع الورى. البلوك بقى والحاجات دي كلها خاصة بي البلوكس اللي زهر قدامك دي. هتخش على واحدة واحدة تعرف بتاعيه وتعدل عليها لانها مش موضوعنا هتاخد لوقت كبير وانت مش هتحتاجها بشكل كبير. خلاص. زيبقى اللي من جوة. زيبقى شكل الموقع من جوة. زيبقى نفسه. انت عايزه يبقى ولا تبقى نعليمينه على الشمال. تلغيه خالص ولا متلغوش خالص الوات الكلام ده. تمام? ديك اسمها زيبقى. زيبقى مش عارف ايه كلام ده كله ممكن تلغيها وتفعلها معندكش ادنى مشكلة. زيبقى يعني. تمام? اللي هي الايكون اللي ظهروا قدامك دي. خلاص بتفعلها من هنا وتلغيه من هنا. نفسها خلاص. وبعد كده عندنا الفونس لو انت عايز تغير الخط الخاص بيه الموقع ككل بتغيره من هنا. تمام? كل الكلام ده بتغيره من هنا بتختار كده الخط اللي انت عايزه بتبقى اسم الخط بس مسلا زي كايرو. هتلاقي موجود عندك كده وتفعله. تمام? وبعد كده اللي هي الالوان الخاصة بيه نفسه بتفعلها من هنا برضه ما عندكش ادنى مشكلة وبتعدل عليها ونبقى كده عندك اللي هو اماكن الاعلانات بتحط هنا الاعلانات طبعا لو انت عندك اعلان بتحطها هنا خلاص. كل الاعلان نفسه بتحطه عندك هنا كده خلاص بتعلم بتفعله وبتحط الكود. تمام? ده لو انت عايز تحط ايه? اعلانات جوه القلب بتاعك. تمام? يبقى كده وضحت لك كل حاجة. كل معاوضة اعلانات موجودة عندك هنا. في الان abusive. وبيدوس على ببلش في النهاية. لابا انت عملت ايه? عملت كده حفظ لكل حاجة خاصة بالسيم بتاعك. سواء كان طبعا في او التابلت او الموبايل شكله بيبقى عامل كده. خلاص. بتدوس كده على عشان رجعنا الوراء احنا دلوقتي عدلنا على السيم الخاص بينا وعدلنا على كل حاجة. نجي بعد دلوقتي نخش على موضوع القايمة. انا عايز اعدل المنيو دي يا ريان. تمام? اعمل ايه? انا عدلت دلوقتي دخلت على سيم وعدلت على كل حاجة. عايز اعدل المنيو. اعمل ايه عمريان? اخش برضو الشكل على كلمة منيوز. كلمة منيوز. ركز معي. انت بتختار من هنا. طبعا دي فيه مفيش عندي. انا عايز بس ايه? هدور من هنا كده على المين منيو. ودوس كده على هيفتح لها المين منيو اللي هي هنا دي. مش عارف اه ومش عارف ايه والكلام دي. خلاص? خلاص انا هغير كل الكلام ده بقى. هغيره ازاي اعمل منيو جديدة. اره اعمل ازاي? دوس كده على كريايت نيو منيو. ومن كريايت نيو منيو ادي لها اسم. هنكتب مين ون مثلا. خلاص? وخليها لي ايه? مين مينيو. وطوب مينيو. خليها لي الاتنين دول. ودوس لكده على كريايت. تمام? ركز معي. عملنا كريايت ليه المنيو نفسها. اللي هي المين ون. تمام? جوا المين ون. احنا عايزنا صفحات. ما احنا يعني عملناها خلاص. هنحط بقى الكلام اللي يظهر هنا ده. الهوم اللي هو رابط الموقع. اره جاي هنا كده في ال 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 لو انت عندك لينك مخصص. سبتحطوا من هنا اللينك ال ال من هنا ونكتب هنا كلمة هوم. ده كده الرابط بتاعي. اضاف عندي. انا دلوقتي عايز فاكرين وانا بقول لك هنا كده في في حاجة عندنا اللي اسمها خلاص خليني بس كده تفتح معي. ايه? انا عايز اعمل الكاتيجوريز. الكاتيجوريز دي اللي هي ايه عن مريان. اللي هي زي مزاهرة قدامك. مش عايز انا فيتشور. الايكونز تمام. ماشي. مش عايز اعطي بوجراف ماشي. ماشي. دي كده اللي هي اقسام. ايه? الاقسام يعني مريان? لو دخلت مثلا كده على الموقع ده. تمام? انا عندي في الموقع ده ايه? تمام? انا عايز اعمل دولة بس. مش عايز انا كلام كتير ولف ودوران. اعمل ايه? هكتب هنا الايه? فيكتور. فيكتورز مسلا. اللي هو اللينك. هكتبه بالسمول كله. تمام? زي ما هي كده. خلاص. مش محتاجينه. حطيني هنا بيوصف. بيوصف الحاجة دي. لو دخلت مسلا من هنا على فيكتور. ليها خاص بيها. تمام? بدي اخد الدسكريبشن. لو فتحت كده هتلاقي عندك هنا فين هنا مش موجود تعريبا. ما علينا. المهم يعني يكون ليه وصف معين بتحطه عندك هنا بتدوس كده على ايه? لو عايز تحط صورة بتحط صورة برضه. بعد كده ايه? بي اس دي س. اسمحي بي اس دي س هنا بي اس دي. ماشي وتحت بي اس دي. بادوس كده على اد. بعد كده الفوتوز. ودي كده كابتل. بي. واحط هنا كده كلمة فوتو. بادوس من هنا كده على ايه? خلاص. هيتضاف معي. آآ بس كده انا مش عايز حاجتين. طبعا ممكن اكتب موكب. موكب. وتحت اكتب برضو موكب. خلاص. وممكن هخلي ده بي اس دي. بس هو بتوح معنا بالاتنين. فدوس كده على خلصت انا كده وعملت اضافة لي المهمة بالنسبة لي. هرجع مكان تاني الورا. خلاص. وهرجع للمنيو. هعمل طبعا سيف. سيف منيو. تمام? وبعد ما عملت سيف اعمل ريفريش. هو عايز اضيف بقى باقي القوائم. لو عملت كده ريفريش. هتلاقي زاهر عندي كلمة هوم فقط. لانا ما ضبتش حاجر الهوم. اعمل ايه ارجع هنا. وخش على الكاتيجوري. ركز معي. انا اضفت هناك. فانا عايز اضيف هنا. اعمل ايه? انا عايز تاني حاجة وعايز بعد كده اه بي اس دي. فين بي اس دي هنا. خلاص. اه اه ماشي الفوتوز والبي اس دي. وبعد كده عمل حج وبعد انا عايز كمان وعايز الفري بيس. دوس كده على اضف هوم لي هنا. طب انا عايز اخلي في الاول اعمل ايه? اشدها كده. ارفعها. اركز معي. اكونوا تحت بعض. بالشكل ده. بعد منها الفوتو. بعد منها الموكب. خلاص. خلنا لي كده. تمام? تحت بعض كله. وبعد كده. وبعد كده بدوس على ايه? بدوس كده على سيف. بعد ما دست على سيف برجع اعمل بلاقي الكلام ده اتغير معي ويفتح للكاتيجورة نفسها. تمام? بكفل انا بقى ايه? صفحة الكاتيجورة لي مش محتاجها. عايز اضيف بقى ايه? اضيف مسلا اه يعني انا عملت صفحة معينة اسمها صفحة اه اتصل بنا. بضيفها من هنا. دي كده اللي انا عملتها. اي بيج انا بعملها في صفحة بيج. بلاقيها موجودة عندي هنا. بضيفها. خلاص زي مسلا او غيره. تمام? عايز اضيف بوست معين. بجيب البوست من هنا. كاستم لينك بكتب الكاستم لينك من هنا. وبعمل وانا كده خلصت ايه? وعملت كده المينيو الخاصة بالهوم بتاعي. تمام? لو نزلت لتحت شوية هتلاقي عندك فيه مينيو هنا. المينيو دي برضه ممكن تعدل عليها. دي المينيو الخاصة بالفوتر. لو دست كده واختارت المين فوتر ودست هتلاقي المينيو دي. طبعا ممكن تشيل فيها اللي انت عايزه. عايز تشيل تشيله. دي طبعا كلها بتبسحها وتضيف من جديد ما عندكش قدنا مشكلة. نتعلمنا دلوقتي ازاي نعدل على المينيو الخاصة بالثيم بتاعنا. نيجي بعد دلوقتي. تمام? لازاي نقدر ان انا آآ نعمل مقالة جوة الموقع نفسه. ان دي برضو حاجة مهمة. انا دلوقتي اتعلمت منك كريان. ازاي ان انا ازبط القلب بتاعي اعدله. بمعنى الاخر. كل حاجة موجود عندك هنا بتعدلها زي ما وريتك. من او بيوديك للصفحة دي. بيوديك على الصفحة اللي كنا بنعدل فيها اللي هي الصفحة دي خلاص. بتعدل زي ما انت عايز وبترجع. دوس وارجع. تمام? هنرجع دلوقتي دوس كده على من هنا. ركزوا معي. دي كده طبعا هلغي ده مش عايزها. كل دي مقالات نزلة معي بشكل تلقائي لما عملت استيراد للديمو. عايز اشيل الكلام ده. عمل له ايه? هعلم عليه كده. همسحه. خلاص. وبعد معلم عليه. تمام? بعد معلم عليه. تمام? اختار. موف تو ترش. وادوس كده على ابلاي. بعد ما دوس على ابلاي هيعمل ايه? هيمسحهم لي. وادهم لي فين? وادهم لي في الترش. بارجع لسالة المهملات. اعلم عليهم كلهم وبالك. ادوس كده على يعني ايه? يعني يمسح هم لي خالص. لو انا عايز ارجعهم تاني. يعني انا مسحت مقالة بالغلط. هلقيه موجودة عند في هنا. وادوس كده على ريستور ترجع تاني الورا. بس انا همسحها كلها هدوس كده على ابلاي. انا مسحت كده ايه? المقالة اللي موجودة عندي. بما فيها المقالة الاورانية هاللورد. شكلها بايخ. تمام? يزرق معي كله بالشكل ده. طيب. عايز بقى اعمل مقالة انا اعمل ايه? هدوس كده برضو على اد نيو بوست. من اد نيو بوست ركز معي. لان المحرر اللي هيزهر ليك في كتابة المقالة هنا يختلف عن المحرر اللي موجود في من نصة زي ما انت شايف ده المحرر بتاعك. طبعا الدينا ممكن تكون ملاخبطة معاك. طبعا اكتب فين? طبعا اود فين? هشرح لك كل حاجة بالتفصيل فلاكز معي. الشرح هيبقى طول شوية. تمام? هاجب معايا بس من هنا موضوع. انا عايز كده ايه? عايز على سبيل المسال يسيلي حاجة مجانية. ده مسلا زي. دي كلها بي اس دي. اسمين هنا مسلا. عايز حاجة شكلها كويس كده شكلها كوي. خلينا يا سيدي في البيجرون دي. تمام? هيفتحني صفحة بالشكل ده. الصفحة دي ما فقاش ايه? ما فقاش اي كلام. ما فقاش اي وصف. خلاص? طبعا انا مش عايز الكلام ده. انا عايز بس بس بي اس دي. اه مسلا اخدها دايناميك بلو باكجراوند فري فيكتور. واعمل سرش. انا عايز اي موقع بتاع باكجراوند. مسلا فيكتور. اه لو كتبت انا كده في جوجل. اه مسلا موكب. موكب بولز مسلا. ده موقع مشهور جدا. جدا. خلاص? واستشهدنا به في الفيديو الاولين الفيديو ده. خلاص? اللي هو الموكب بورد زي ما انتم شايفين كده ظهر قدامك هم. خلاص? اخش مسلا يا سيدي. على سبيل المثال الموكب ده عاجبني. تمام? اول ما بادوس علي بيسهول الصفحة. طبعا انا ممكن اعمل الصفحة دي في القالب بتاعي. اللي هو القالب ده. ولكن هتبقى محتاجة مني بلاجر معينة. ممكن لو انتم محتاجينها اشرحها في حلقة تانية. مش في الحلقة دي. خالص. مش في الكورس ده نهائية. تمام? عايز اعمل مقالة انا للموكب ده. اعمل ايه? هاخد كده اسم الموكب ده. تمام? واروح جاي وليكن ده اسم الموكب. انت لوقتي هتقول لي طب هجيب منين يا ريان حاجات انشرها عندي. هتخش على موقع زي تحمل الكلام ده كله عندك وترفعه على مركز رافع خاص بيك. وتشتغل بنفس الديتا بتاعت. وانت عندك ملف بي اس دي. ترفعه. خلاص. مع لنك الموقع بتاعك. واده الصور موجود عندك. او تخش على اي موقع زي موقع دي وتاخده زي ما هو. بس. العب في العنوان. ما تحطش العنوان ده زي ما هو. هسيب لك لنك الفيديو. بشرح فيه ازاي تزبط عنوان قوي. تشتغل عليه تحت في. خلاص. هاحفز الصورة دي عندي. وانت بتحفز الصورة ركز معي. بالكلام ده. احفظه زي ما نهاية. نزلت معي. تمام? اركزه معي. الكلام ده مهم جدا جدا. عفزت الصورة واخدت العنوان. اعمل ايه? اخش هنا. عايز اكتب شوية كلام زي الموجود ده. اعمله ايه? هاخده كده كوبي ولكن ده اللي انا هكتبه. ما تاخدهوش كوبي. او هتاخد الكلام كوبي بيست. اعمل اعادة الصياغة او اكتب من عندك. روح ترجم واشتغل من عندك. تمام? وارروح جاي اركزه معي. احطه هنا. يعني انا هكفل الكلام ده كده خالص. مش محتاج الكلام ده. فيني عن المريان اللي هكتب فيها مقالة? هيا دي تكتب فيها مقالات. تمام? هنا كده يا اما اللي هي العلامة دي. عشان تختار من هنا انت هتكتب ايه? هتحط ولا 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 pick one ولا 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 سمش ولا لا. يا اما تمسح ودوس على اللي post ده. هحط انا بارا جراف. انا جبت من هناك بارا جراف. ادوس كده على كلمة� من هنا. ضاف لي هو بارا جراف. هعمل كتب بيست. انا عملت كده بيست ليه البارا جراف بتاعي. خلاص انزل تحت. هدوس كده على انتر. هينزلني على الخانة اللي بعديها. عايز يا عم ريان احط وصف يعني ايه? يعني زي كده. كاتجوري باركين. الفايل تايب بي اس دي. الحجم اتناشر ميجا. اعملها ازاي? هاجي هنا. طبعا ممكن تراوها موجودة. خلينا بس اوارها لكم اشكلها. طبعا كل الكلام ده انت مش محتاج تكتبه. يعني الكلام الطويل الطويل العريض ده هو بس عشان يعرض ليك الثيم بتاعه. وهواريك تعمله ازاي? بس انت مش مطالب تعمله. عايز اعمل حاجة زي كده. هاخد كلمة هنا. وهعمل كده بيست. وانزل تحت. دي هعلم عليها كده وخليها بي عشان شكلها يبقى كبير شوية. واضح. هدوس كده على علامة دي. وهدور على التيبل. ركز معي. التيبل ممكن يلا يخبطك شوية. كم كم عمود في كم رو كم صف. انا عندي كم صف هنا واحد اتنين تلات اربعة تعريبا يعني. واتنين. أبدا اكتب هنا كده اربعة. خلاص في اتنين وضس كده على كريت تيبل. عمل لي الاربعة صح؟ ما عندش ا холодنا مشكلة. اعمل ايه? اروح جاي. هو اعمال لي اربعة فاربعة صح؟ طيب، هامسحه. انا عايز دي اتنين خلاص ودي اربعة. يبقى الاولانية اللي هي العرض. والتانية اللي هي الطول. الرو اللي هي الطول. واحد اتنين. اللي هي دي واحد اتنين تلاتة اربعة. فهمتو? دوس كده علاقة هيعملالي بالشكل ده. اروح جاي واخد الكلام ده من هنا ولياكم مسلا الانفو. الاسم لازم ان تلغي بانك تحط الكلمة في ده وتعمل للكلمة نفسها وتحط لها هنا. خلاص. واخد الكلمة التانية. عشان الغي بتاعها. واعمل كده. لازم ان تفضل تدوس لحد ما يظهر لك بعيد عن الكلمة الاولانية. واعمل الكلمة. واوثر. وتعال برضو هنا. واعمل الكلمة. خلاص? انا مش عايز الاخيرة. بسيبها زي من هنا. تحت شوية من هنا. باخد معلومات عنه ايه هو اسمه ايه مش عارف ايه بتكتبها هنا. تمام? الفورماد بتاع الملف نفسه هلا هو بي س دي فيكتور فوتو اي ان كان بتحطيه هنا موقف بتحطيه هنا برضو. بتاعه الحجم الخاص بيه وانت بتحمله بحجمه عمد ازاي. وبعد كده الاوثر صاحب الملف نفسه بتلاقيه فين يا عمريال عشان تضمن الحجوك كلها. لو انت هنا مسلا في موقع زي ده بتاخد كلمة ده كده صاحب الموقع نفسه. خلاص بتحطها عندك هنا. الاوثر. لو انت بتجيب الملفات بتاعتك من موقع زي الموقع ده بتدوس كده عليه. خلاص. هتلاقي الاوثر عندك هنا بتاخد الاسم ده وتحط عندك فين? تحط عندك في كلمة هنا. تمام? مش عايزين اي كابشة مش عايزين اي حاجة تاني. احنا كده خلصنا بتاعنا. تحت شوية عايزين نضيف مسلا على سبيل مسال زرار زي الزرار ده عمريال نعمل ايه? خلاص? هندوس كده على العلامة دي. وبعد كده ندوس على ركز معي عشان يجيب لك كل حاجة. كل حاجة تخطر. في بالك هتلاقيه هنا. بس الاشهر هتلاقيه قدامك. هدور من هنا كده على الظرار. اللي هو الظرار ده. دوس كده عليه. تمام? هيجيب لك الظرار بالشكل ده. اول ما دوس عليه كليكة واحدة بيفتح لي. بيفتح لي. بيفتح لي في الخانة اليمين ليا الشكل ده بتاعي. خلاص? يقامنا اوطلاين يقامنا فلي. يعني ايه عمريان? يعني اللون بتاعي يبقى من بره. يقامنا فلي يبقى متلوم كله. هدوس على دي مجرد دوس هواحدة واكتب. دولو. انا ياسف. خلاص. ممكن يكون دوس تاني على ايا كان. ده الظرار بتاعي. عايز احط ايكونا. ايكونا دوس كده على ومن هنا كده احط اللينك بتاعي. خلاص. وهارجع بس اعذروني للبلوك جاية نفسها عشان اخد الكود. الكود اللي بيظهر لي ايكونا دي. لان انا مش فاكره. عشان كده بقول لك الديمو مهم. هتخش على الديمو كده على اي مقالة موجودة عندك. تمام? وتنزل لتحت شوية. هتلاقي عندك الظرار. دوس على الظرار ده كده. خلاص. لست انتع الظرار اهو. هتلاقي عندك ايه هنا? تحت شوية تلاقي عندك ايديشنال. داو اللود باتون. هتاخدها احفظها بقى. دي اللي انت هتحطها على طول. داو اللود باتون. خطها عندك انا. بقى كده خلصنا ايه? خلصنا. طبعا ما انكم تحط اللينك بتاعك لينك اللي هو اللينك ده. احط اللينك بتاعي هنا. تمام? ممكن احط اللي هو مسلا على سبيه مسال مش عايزه هنا انا والله. والله ما عايزه هنا. شوفها اتلخبط ازاي? هطلع من الكلام ده كده. خلينا بس كده ابص عليه. التنسيقات بتاعته عمنا ازاي معي عشان بس ابا فاهم بدنا مش ازاي. ده بتاعه غيرناه. اه لو انت عايز هستعدل ازاي ما هو كل حاجة زي ما هي. مش محططين. تمام? ونلغي الكلام ده خالص. تمام? هنرجع للصفحة دي. تمام? احنا عمنا الوقت ايه? خلاص حطينا البتاع بتاعنا. ده بتاعنا. وحطينا الكلمة اللي هتظهر. وحطينا اللينك بتاعنا. خلاص. انت عايزه حاجة معاملة ازاي? بالشكل ده كبير صغير مش عارف ايه. عايزه اخدر. طبعا ده خليه ابيض. خليها بقى اخضر. دي مش المهم ايه انت بتغير بالالوان من هنا. خلاص? انت بقى تشوف اللون بتاعك فين وتغيره من هنا. لو انت عندك بتغيره من هنا. بسيبه زي ما هو براحتك يعني. خلاص? لو انت عايز تجيبه في النص دوس كده. تمام? تقريبا كده لا مش هنا خالص. انا عشان كده دورت هناك عايز اجيب الالايمنت. لا مش عايزين الامج. مش عارف والله الالايمنت مش موجودة هنا ليه? المهم يعني اللي بتجيبها في النص. فممكن انت هتختارها عادي. ممكن تخليها مية في المية. تحت دماغك خالص. عايز تضيف اي حاجة تاني بتضيفها تحت. على بقى او دي كزاة تضيف مسلا الكووت. ايه الكووت دي عمريان اللي هي الكووت دي. الشكل ده تضيفه ازاي? هاخد كده الكلام ده كده كوبي. هدفه قدامكم. هدوس على دي من هنا. واختار من هنا كووت. لقيتها لقيتها. ما لقيتها ادوس كده على واجبها. كووت. احبت هنا بتاعتي. واجب من اللي قال الكووت دي? محمد الريان مسلا لقال الكووت دي. احطه هنا كده 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 انا خلصت. تحت شوية. لو انا عايز اعمل ايه بقى? يعني ايه تابل? مش تابل يا عمريان. مثلا بس كده ادوس كده على انا عايز اعمل مسلا واكسم نص هنا. ونص هنا. اعمله ازاي عمريان? هقول لك انا سهل وبسيطة. تقول انت ازاي اقول لك? دور معي. انا مش هعمل حاجة من دماغي. لان ده انا هدور قدام منك. طبعا البترز دي مش محتاجينها. البترز دي مش الاشكال يعني. ده معنى الاخر. تمام? هتدور معي انت على حاجة اسمها كولومس. اعمدة. يعني ايه كولومس يا عمريان? هتفهم دلوقتي. هشد كلمة دي. قرميها تحت هنا. خلاص? هختار من هنا. انا عايز اجسم بتاعي. الاتنين زي كده? ولا احط تلاتة جنب بعض? ولا اربعة جنب بعض? ولا خمسة جنب بعض? فوقات تبقى انت عايز تحط اربع صور جنب بعض. مش لازم ان كلام. فممكن تختار من هنا ايه? اه خمسة وعشرين في خمسة وعشرين اربعة اتنين ايه ان كان. انا هحط اتنين بس. واختار مجرد بدوس عليها كده فتح للشكل ده. هعمل ايه? ادوس كده على العلامة دي. واختار واجيب كده بتاعي من هنا. اللي انت هتكتبه. اللي انت هتكتبه. انا بوريك مثال ازاي تركب. ما تقول ليش جيبته منين يا رياني الكلام ده معرفش اعمله. لا. انا بوريك مثال ازاي تركب. خلاص? حطينا الكلام ده. تعال اوريك الصور. دوس كده من هنا. دوس على ومن اختار من هنا كده. احط بتاعي تحت. تمام? انا عايز تلاتة. في التلاتة دي ابقاش احط صور. اختار من هنا كده اي? هكتار اميج. ومن اميج ابلوت او براحتك. انت موجود عندك في الميديا. هترفعها من الميديا. هترفعها من عندك من على الجهاز. ارفعها من الجهاز. هدوس كده على واختار الصورة دي. تمام? انا عايز الصورة دي. بس كده على احط نفس الصورة كمان تاني اميج. خلاص? اا واختار نفس الصورة. لكس معاي. وانت بترفع اي صورة لازم ان تحط اسم الصورة هنا. اسم الصورة نفسها اللي هو ده. بس اعطيها من غير اللي في النص دي. ليه? ده حاجة اسمها دوس كده. لازم تعمل حاجات دي مهمة جدا جدا في الصور خاصة بالصور. تمام? ونفس النظام هنا. اختار مش عايز انا اسف. ممكن تعمل طبعا هنا. آآ دوس كده. طبعا يبسح لك. عادي. تدوس عليك. يبسح لك عادي. واختار من هنا كده ايه الصورة بتاعتك. ودوس كده على سلك. تمام? ضفت الصورة في التلاتة. طبعا انا ضفت هنا كده اللي هو اه لو ضفت هنا بمعنى اخر. ادوس كده تعديل على الصورة. آآ طيب. تقريبا من هنا كده. مع علينا. مع علينا. عشان بس ما دوشكوش معي. خلاص. تحت شوية. لو انت عايز تضيف اي حاجة تاني. برضو نفس النظام بتدوس كده على علامة دي. وبتختار الحاجة لتعجبك. ايا كان بقى عندك هنا صورة فيديو فايل آآ زرار بيفصل. لو انت عندك حاجات تانية عايز تضيفها براحتك بتضيفه من هنا. كالندر كاستم اتش تيميل ومعاين بتحطه. آآ بعد كده انت لما تبقى فاهم في الورد بريس هتبقى فاهم الكلام ده كله ويستخدم ازاي. عايز تضيف حاجة. تويتا على تويتر تضيفها من هنا. عايز تضيف فيديو على يوتيوب بتضيفه من هنا. ايا كان كل الكلام ده يا باشا. متاح معك. بشكل مجاني بتضيفه عندك. مفيش ادنى مشكلة. وهنا بيورك الشكل بتاعه. لو دي شكل. هيزهر ليك الشكل. خلاص? وبعد ما نخلص احنا خلصنا خلاص. تمام? بنعمل ايه عام الحاج? تمام? بنرجع كده للبوست نفسه. ركز معي. هنخليها بابلك. البابلش ميدياتلي. دلوقتي طبعا. البوست فورمات هنخليها ايه? هي اما هي طب ايه الفرج بين الكلام ده كل يا ريان? لما تختار فيديو. هيزهر لك علامة الفيديو. خلينا نوريك كده بره. تمام? الشخص ده اختار صوت. اختار من هنا كده ايه ده? علامة دي فظهر ايه? علامة فوق. ده اختار صورة. ده اختار فيديو. نفس النظام. انت اللي انت هتختاره هنا هيزهر لك الايقونة بتاعته بره. تمام? فانت ممكن تسيبها ايه? سيبها زي ما هي لينك تقريبا. انا ما اعتقد يعني. سيبها لينك زي ما هي. خلاص. يعني تفضل زهرة فوق. لا سيبها زي ما هي. مش هتعدد فيها. خلاص. سيبها زي ما هي برضو. متعلمة. وبعد شوية مش محتاجينها. بيقول لك هنا ده كده الرنك بتاعك في طبعا احنا لبنكتبش مقالات عشان كده مش هناخد بيه المقايز دي. لو بنكتب مقالات هبناخد بالمقايز دي. تمام? تحت شوية هنا طبعا عشان معدلينه هنسيبه زي ما هو. هو متعدل معنا اصلا ان بيزر معاك كده لكن بتعدل جوه. بنختار بقى من هنا الكاتجوري. ده ايه? ده ايه ده موكب. فاختار من هنا كلمة موكب. تمام? الموكب ده نوعه ايه? بي اس دي. فاجي هنا في التاج اكتب بي اس دي. وادوس على انتر. واكتب موكب. وادوس على انتر. الكلام ده ما يتكررش. الكاتجوري تختار كاتجوري واحدة. بالتياجز ضيف زي ما انت عايز. خلاص? ضيف زي ما انت عايز. ولكن هنا اختار كاتجوري واحدة. ده موكب يبقى موكب. ملف بي اس دي يبقى ملف بي اس دي عادي. تايبوجر في بتايبوجر في اللي هو الفونت يعني. لو هتنزل الخطوط عندك في الموقع. تحت شوية. لازم ان تجيب الصورة دي. لازم ان تعمل لها تختارها. هنختار نص الصورة بتاعتنا واندوس كده على تمام? آآ بس تحت شوية بقى هنخلصنا من الاعدادات دي. تحت شوية عندك هنا هتلاقي اعدادات السيو. اعلم هنا لو انت عايز او افتح ديك انا لو انت عايز اعداد السيو. فيها كل حاجة خاصة بالسيو. احنا مش محتاجينها مش نكتب المقالات. البوزيتيف البوست ريفيو الاخره. خلاص مش محتاجينه. هنكفله. تمام? آآ يا شباب ركزوا معي. البوست ريفيو اللي هي لو رجعنا ورا كده. طبعا انا مساحتها. في كان في مخالة هنا فيها آآ مراجعة. لو ايه مراجعة يا رياني لو مسلا بيدي كم نجمة هنا خلاص 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 ده كده 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 خلاص ده يعني المميزات ودي كده العيوب خلاص ولو عندك زرار للشراء بتسيب لينك الشراء هنا هتبقى عامل ازاي مسلا خلاص خلاص يا ريفيو واحدة بس. ايه اللي انا بعمله ده? اه دي ريفيو يا سيدي. ايه اللي انا بعمله ده? وهنا كده كم في المية? انت بتدي كم في المية للستين ده مسلا سبعين في المية خلاص. آآ مش كده لأ لا لا اناسف اناسف اناسف. هاورها لكم هاورها لكم وليكن تاني خمسين عندك تاني وعندك هنا اربعين هتشوفه دلوقتي طبعا الكلام ده كله خلصنا عايز تضيف تاني تضيف تاني عندك هنا وبس بتقفل الكلام ده مش محتاجين دلوقتي خلاص هنيكفلهم النيوز على الساهم اللي بناء ده تمام وبعد كده طبعا مش محتاجينه لو انت عايز تعدل فيها اجرى الكلام ده كله وفهمه كواس جدا جدا كده مخمخه في دناغك ولعب عليه لو انت حابب بتلعب عليه كل كلمة ترجمها واعرف معناها ايه ولعب عليه اعملنا البوست دوس كده على دوس كده على مرة تانية تمام حطينا الصورة لو رجعت انا عملت ريفلش اشوف الصورة اظرت معي ولا لا طيب الصورة ما ظهرتش معي يبقى ارجع ورا كده خلاص تمام معي باشا اختار من هنا الصورة بتاعتي انا عايز الصورة دي بيقول لي في ماشي بيقول لك انا لازم ان تكون بالحجم ده دوس كده على معرفش بقى تظهر معي ولا لا لازم ان تكون بالحجم اللي ظهر برا ظهرت معي عادي دي الصورة ظهرت معي وهنا التقييم بتاعي خلاص التقييم وبقى ايه المقالات براحتك بقى اختار زي ما انت عايز اعمل بقى مقالات زي ما نوردك كده 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 دوس كده على الاسم ده او المقالة دي هتدخلك على الصفحة دي فيها اللي كتبناه والموكب اللي هو الكاتيجوري ده والصورة اللي هي الصورة الركز معي محطيتش صور هنا ولكن الصورة هلين دي هتحطت القائم معي خلاص ودي الديمو اللي انا حطيته الكلام اللي انا كتبته يعني وبعد كده وجنب من هتلاقي ايه الكلام ده طبعا ده الظرور هو انا لعبت في الظرور تقريبا في الالوان غالبا انا لعبت في الالوان ابيض وده كده ابيض زي ما هو لأنا عايز ازرج خلاص او اخضر دوس كده على عمل معي عمل ما حدس معي طيب هو غالبا كده في مشكلة عندي انا في انا معرفتش حد اللي عليه ما عالين ده الظرور بتاعك تحت منه زي ما ورط لك كده تحت منه جسمنا نصين وبعد كده الصورة وبعد كده ده بتاعك طبعا كلام كتير من روش اي لازمة هبل في هبل انت بتعدله المميزات ايه والعيوب ايه الستة في المية ده جاية من اينا ريان جاية من الكلام اللي تحت ده الستة في المية بتعدل عليها من تحت ايوة خلاص ده كده شكل المقارة بتاعتنا تمام بتلعب على نفس الشكل ده عندك فيه الموقع ككل خلاص طبعا دلوقتي انا شرحت لك كل حاجة فاصة بالااا الكورس بتاعنا النهاردة هتروح تجيب من مواقع اللي انت هتنشرها عندك وملفات اللي هتنشرها عندك تمام وهترجع لي الفيديو ده تعرف ازاي تسوق ليها وازاي تكسب منها هنزل لها فيديوهات تانية طب ليه عم ريان ما تنزلش كل في واحد لان انا بقول لك ازاي تنشئ الموقع وتعدل عليه وتفهمه وبس فبشرحش اكتر من كده كان معكم محمد الريان انا تعبت بصراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته